السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو دينا ان شاء الله سوف نرى الانواع الفيتاس التي ستقدرون تصدفهم في الميكانيك هنا اول نوع الفيتاس absolute relative and so هنا سنحاول اول شيء نحاول نشرح كل واحدة في هوم اشنو كتاني اوامي مطان سنعطيكم في الاخير العلاقات كيفاش نديرو حتى نحسبوهم مفهم؟ خصوصا ان هادو ركيت حطوه بزاف في الاتدي او في الزيكزامة يعني خاصك تكون فاهمهم وعارفهم وعارف كيفاش تحسبوهم واضح؟ على بركة الله اول حاجة سنرى هنا هو المعنى ديرو هوم لدينا هنا واحد الابسط نقوله مثلا لدينا هنا واحد الاطوبيس في واحد شخص ام يعني اسميناه ام ودينا ايضا واحد شخص هناك على بره اللي هنسميه ب اغ اوكي يعني ما تتحرك شهد الشخص غير واقف الاطوبيس دينا اوه كان في حركة يعني راكي تحرك الاطوبيس دينا اوه مامطان نفترضو على انه هاد الشخص ام حتى هو كيدير حركة يعني مثلا غادي غادي فادلو السنس سيبون يعني غادي القدام نحن بنسبة لهذا الشخص اللي كان براء اغ كيفاش غادي كون كيشوف الحافيلة ديتنا كلها غادي كون كيشوفها في حركة يعني غايشوفها كيت تحرك غدا كيت تحرك الهنية فادلو السنس يعني للا دغوات سوف يتحرك بفتس كبيرة كما هي فتس كبيرة سوف يتحرك بفتس سرعة أكبر سوف يتحرك بفتس كبيرة سوف يتحرك بفتس كبيرة هناك فتس كبيرة لأيضا سوف يتحرك بفتس كبيرة م يعني فتس كبيرة سوف يتحرك بفتس كبيرة كبيرة سوف تحرك بفتس كبيرة في الداخل رائع وهذه السرعة هو المطلقة الحقيقية بالنسبة الوحد المعلم تابت يعني بالنسبة الارض حيث الشخص كان على بالرأي يعني كان فوق الارض الارض تابتة اذا نصل على الحقيقية لبالغة absolue du point M رهيات نتمنى الفكرة تكون واضحة سيبو دابو اجي نشوفو إلا اعتبرنا واحد شخص اخر كين في النفس الحفيلة ميغالس إذا رهنا بالرأي يعني سيشوف M سيشوفو ان يتحرك بوحد الفتس سيشوفو ان يتحرك بوحد الفتس كبيرة بزاف فكرة الاخير ٤ ٥ يعني سيشوفو ان يتحرك بوحد الفتس عادي لذلك هاد الافيتاس ديالتنا هنسميها بV ديالت شخص M بالنسبة للر' و هاد الافيتاس هياليك تسمى بلا فيتاس غولاتيف ديالت البوان M يعني واحدة سرعة نسبية ماشي السرعة حقيقية بالنسبة للارض انما سرعة نسبية يعني نسبة لهاد الشخص اللي كان في الاطوبيس اوكي الى اعتبرنا كمعلام ديالنا سيبو انتمنى الفكرة تكون واضحة نسبة لفيتاس ابسولي وبالنسبة لفيتاس غولاتيف اللفيتاس ابسولي هي السرعة ديالت الشخص M بالنسبة المعلام اللي كان على بره و احد الشخص تابت كان على بره كما كنا لاحظوا عندنا في التعبير ديالنا و الافيتاس غولاتيف هي السرعة بالنسبة للشخص بلا فينسبة لفيتاس أطريقة وللاقوا بها نفس المعلام واحد المعلام تحرك كان على الحظة ان هذا الشخص ستوا على نسبة غير موجود وهذا الشخص يتحرك معه في نفس الأوتوبيس جيدا؟ جيدا نرى واحد العلاقة التي تربط لنا بين لفيتاس أبسولي و لفيتاس غولاتيف ما هي العلاقة التي تقدر تكون تربط لنا بين هذا الشيج كيف نلاحظه؟ نلاحظه أن السرعة من هذا الشخص بالنسبة لر لفيتاس أبسولي ديال لفيتاس أبسولي ديال ال.M كيف تفعله؟ إذا أريدنا نحسابه بأكثر من السرعة ديالتها الشخص م بالنسبة لهذا يعني نقدرون بأن السرعة ديالتها الحافلة زائد السرعة اللي كيشوفها هاد الشخص يعني السرعة ديل ته자� Puه بالنسبة هاد الشخص اوكي يعني شنو قلنا الصرع المطلقة ديل هذا pode ser هاد الشخص إشنه هي هي الصرعة ديلت العفلة زائد الصرعة الكيشوفه هاد الشخص يعني الصرعة كي تحرك هادا بنسبة لها تي بام سيبون وشنه هي الصرع ال تيلت م بالنسبة للر بخيم هي لفتاس غولاتيف نسبق هذه لفتاس غولاتيف نكتبوها لفتاس أبسولي ستكون تسبب واحد لفتاس غولاتيف ديالتنا بلس واحد لفتاس أخرى اللي قلنا احنا ستكون هي لفتاس ديالت الحافلة اوكي نتبقى احنا بغينا نعرف هذه لفتاس ديالت الحافلة بالضبط اوكي بنا نحسبوها انتبقى احد السيد نقدرون ايضا ان هذه السيد تقدر انها م انه يوقف يغير تابت ليس يتحرك اوكي انتبقى السرعة م هي السرعة لفتاس اوكي اوه انتبقى انه يوقف إذا السرعة من exists اوكي مما يوقف هو السرعة ونتبقي هذا م بالنسبة لهذا R ستكون هي السرعة التي نقلب عليها والتي نسميها بلا فيتاز دون تخينمو ديال الوطوبيس من اللي اعتبرنا ان هذا M ما له انه يكون واقف على المعلام اذا ما ما كيتحركش يعني واقف على المعلام ديالنا ديال الوطوبيس يعني كيكون مرتبط مع الوطوبيس يعني واقف بحاله بحال R' يعني كيكون مرتبط بعد R' سيبون يعني كيكون مرتبط R' وكنشوفوه بالنسبة بالنسبة ل R واضح؟ هذه هي السرعة ديالتنا ديال الوطوبيس يعني سواء فاقف سرعة ديالتو ستكون السرعة للوطوبيس هذه M مليه وقفت يعني قليلت بحال H' يعني قليلت بحال R' يعني قليلت مرتبطه مع ال yeni R' السرعة ديالتها بالنسبة al R' راهية بيتاز دان تخينمو كنكتبو على هذا الشكل إما كنكتبو V E M أو بيان كنحيدو هذه كنكتبو غالا فيتاس ديتنا كنكتبو بعد التعبير أو بيان كنكتبو V E M نعودو كنكتبوها مريقا باشتعقلو الى القاعدة ديتنا طنك لا فيتاس أبصولي كما قلنا دابا ديال الو.M شنو استنتجنا هتكون هي لا فيتاس غولاتيف ديتم هي لازم الصور عليك يشوفها هاد الشخص كنشوفو بعد يعني هي السرعة يشوف به هاد الشخص هذا يعني السرعة باش كيتتحرك M بالنسبة ال R' هي فيتاس غولاتيفة زائد السرعة ديت الأوتوبيس و باش نتلقى حنا السرعة ديت الأوتوبيس يعني غاد نفك نقول له هاد السيد أم نقول له ليه وقف اوكي باش تكون السرعة ديته بحل بحلت الأوتوبيس دينك هادي هي فيتاس دنترينمون انتم منها تكونوا فهمتوا ما هي المعنى ديال هاد لدخوا فيتاس اللي عدنا مهمة دابا غاد نحاول نعطيكم العلاقات ديال كل وحدة فيهم و كيفاش كنحسبوه نشوفو دابا بالنسبة لدخوا فيتاس لدخوا فيتاس فشيء البحث نحاول ديال الواقع الم لإقلنا هي السرعة ديال لتشارس الم بالنسبة الواقع المثال بحلما اكد اللي قد تساوي هي لديريفة ديال OM فيكتور دي پوسيسيان OM سور DT برابور ر يعني يعني مثلا عدنا المعلام ديال لا اوكي لقلنا تعبط يتسمى مثلا OX Y Z دنك من هاد O حتى لها نقطة مثلا M مركز القصور ديال غدي نطبرها هي OM سيبون دونك تدير D OM سور DT بالنسبة المعلام ديالنا R دونك هادي قاعدة دي ما كننا كنخدمو بها سيبون دونك هادي كتسمى لنا بلا فيتاز أبسول دي point M دون لغيفرانسيال Absolue R يعني في واحد المعلام اللي كان نعتبره ثابت سرعة ديال M يعني بالنسبة الأرض وبين بالنسبة لهذا الشخص اللي واقف على برا أوكي نشوفو دابا بالنسبة لغيفرانسيال م سرعة م سرعة بالنسبة لها الشخص اللي اسمع R' وبين واحد معلم كيتحرك اللي هو ديال أوتوبوس سيبون دونك لفتاز ديال ما هي سيكون دي أو م يعني مثلا عندنا المعلام ديال نتع الأوتوبوس نعتبره مثلا هو O' هنا X' Y' Z' دونك انتلاقا من هذا المركز حتى هذا M هذا المسافة حتى الشخص أصلا هو يعني مفكسي مع أوتوبوس أوكي دونك إذا اعتبرنا هذا هو المعلام ديالنا دونك المسافة بين O' حتى هذا M ندلو لها الدرية V بالنسبة الزمن أوكي بالنسبة الرفيرانسيال إنا ما أعلم عليش كنت دويو كنت دويو إلى المعلام المتحرك يعني R' نفهم دونك ديال على قديتنا إما كتكون كتكتب هذا V R يعني vitasse رلاتف du point M أو كتكتب la vitasse du point M par R' R' بالنسبة لها C دلي كان على الرق حتى كنت تفكس هاد الشخص عاد كنت نشوف السرعة ديالت بالنسبة R' دونك هذي تسمى بلا vitasse d'entraînment وفي المعنى ديالها هي la vitasse core M select fix dans referentiel en mouvement يعني السرعة ملي تكون M تابتة في المعلام المتحرك يعني المعلام المتحرك هو المعلام ديال الطوبيس يعني ملي كي يقول هاد الشخص وقف مع الطوبيس مع المعلام المتحرك عادي ديالت سأل هذي هي la vitasse d'entraînment ولقاعدة ديالت ها هذي ضروري ما خلصكم تحفظوها حيث كنحتاجوها بزاف اوكي كنخدمو بياف التمارين و لازلزام يعني بزاف ليا vitasse d'entraînment de point M هي la vitasse absolute ديال أو بخيم يعني السرعة ديالت هذا أو بخيم بالنسبة الريفيرانسيال ديالنا يعني كندو لها أو بالنسبة الريفيرانسيال плюс كنه ديالنا la vitasse angulaire ديال هذ R بالنسبة R يعني la vitasse angulaire أو bien la vitasse de rotation ok omega vectoriel أو prime M vectoriel ديال هذ أو prime M واضح ديال هذي 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 العلاقة ديالتنا ديال la vitasse d'entraînment وليا في كومنتر ما تنسو جد تغطو على زر لايك شاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديال ونشوف في الفيديو المقبل اللي غادي ندوي في على لانواع ديال لهم أو كيف نحسب هم يلا التحية لكم وإلى فيديو مقبل بحول الله اشتركوا في القناة